قوات المسلحات الاردنية الجيش العربي اليوم الخميس ستة انزالات جوية لمساعدات انسانية تضمنت ملابس ومواد غدائية واغاثية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة وشاركت في عملية الانزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الاردني وطائرات تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة للولايات المتحدة الامريكية وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية اضافة الى طائرات تابعة لمملكة هولندا وتؤكد القوات المسلحة الاردنية انها مستمرة بارسال المساعدات الانسانية والطبية عبر جسر جوي لاصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي او من خلال عمليات الانزال الجوي على قطاع غزة او قوافل المساعدات البرية لمساعدة الاهل في قطاع غزة على تجاوز الاوضاع الصعبة وتجسيدا لروح التعاون والتعاضد بين ابناء الشعبين الشقيقين وارتفع عدد انزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع الى اثنين وثمانين انزالا جويا اردنيا ومئة واربعة وثمانين انزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة اشتركوا في القناة